بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد خاطب الله سبحانه وتعالى أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قائلا واعلموا أن فيكم رسول الله ونحن نعلم أن حروف اللغة العربية إما أن تكون حروف مباني وإما أن تكون حروف معاني أما حروف المباني فهي الحروف التي تبنى منها الكلمة الحروف الهجائية أو الحروف الأبجدية أقول مثلا كاتباء هذه الكلمة بنيت من حروف حرف الكاف وحرف التاء وحرف الباء فالحروف التي هي حروف البناء هي التي تبنى منها الكلمة أما حروف المعاني فهذه الحروف هي التي تكون لها معنا أو أكثر ربما تكون في حرفين مثل من مثل عن مثل في وهكذا وربما تكون ثلاثة إلى وعلى وربما تكون أكثر من ذلك الآية التي معنى واعلموا أن فيكم رسول الله حرف في هنا هو أحد حروف المعاني ومعنى حرف في الظرفية والظرفية تعني الإحاطة وعدم الانفكاك أقول مثلا الماء في الكوب ماذا أفادت الظرفية هنا؟ أفادت أن الكوب قد أحاط بالماء من كل ناحية وأن الماء لم يتفلت من الكوب من أي ناحية كذلك الأمر واعلموا أن فيكم رسول الله فالأصل أن تحيط بنا سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهديه المشرف من كل ناحية وأن لا نتفلت نحن عن هذا الهدي الكريم من أي ناحية بمعنى أن نستبعي وأن نستحضر دائما هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل تصرفاتنا أنت من بين الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسخها في أصحابه ومن ثم في هذه الأمة الحكمة في إصلاح النفوس بمعنى إذا رأيت إنسانا عصيا لا تكن عونا للشيطان عليه بل كن عونا له على الشيطان وهذا يجعلك أن تكون من أهل الإغاثة ومن أهل الإعانة لا أن تكون من أهل الإدانة سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ممن تعلموا في مدرسة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتشربوا هذا الهدي المشرف مر ذات يوم فإذا به يجدوا رجالا قد اجتمعوا على رجل يضربونه ويلقون على سمعه ما لا يحب أن يسمع فانتبه إلى ذلك وذهب إليهم وقال لهم ما الأمر لما تجتمعون على هذا الرجل هكذا لما تضربونه لما تلقون على سمعه ما لا يحب أن يسمع من كلام قالوا هذا الرجل ارتكب ذنبا عظيما السبب الرئيس لاجتماعنا عليه لهذه الإدانة هو أنه ارتكب ذنبا عظيما سيدنا أبو الدرداء يريد أن ينقل لهم هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحكمة في إصلاح النفوس لكن كيف ينقل لهم هذا الهدي وهم على هذه الحالة من الغضب فبدأ يفكر كيف يفتح قلوبهم وعقولهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفتح قلوبهم وعقولهم لهذه النصيحة التي تأخذهم إلى الإعانة لا إلى هذه الإدانة التي هم عليها الآن فقال لهم أرأيتم إن وقع هذا الرجل في بئر ماذا كنتم تفعلون انظروا إلى هذا المثال اللطيف الذي يفتح به قلوبهم وعقولهم أرأيتم إن وقع هذا الرجل في بئر ماذا كنتم تفعلون فتوقفوا وقالوا نخرجه منها الآن فتح قلوبهم للنصيحة فتح عقولهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إذن لا تضربوه ولا تسبوه ولكن عظوه وبصروه فقالوا له ألا تبغضوا؟ قال لا أنا لا أبغض هو أنا أبغض فعله فإن هو رجع إلى ما هو خير فهو أخي والرجل يسمع كلام سيدنا أبو الدرداء وينتحب ويعلن توبته لله عز وجل إذن استطاع أبو الدرداء أن ينقل هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الحكمة في إصلاح النفوس فينقل هؤلاء الناس من الإدانة إلى الإعانة واستطاع أبو الدرداء أن يكون عونا لهذا العاصي على الشيطان لا أن يكون عونا للشيطان عليه ولذلك انتحب الرجل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى سيدنا ربيع الأسلمي كان يجلس ذات يوم مع سيدنا أبي بكر والندع سيدنا ربيع يحكي لنا ماذا حدث يقول ربيع كان بيني وبين أبي بكر حوار فقال لي كلمة أثناء الحوار هذه الكلمة كنت أكرهها يعني ما كان يحب هذه الكلمة والكلمة لم تذكر في الروايات أنها تحمل أي معنى من معاني الإذاء لسيدنا ربيع غير أنها كلمة ما كان يحبها ربيع رضي الله تعالى عنه أرضها يقول ربيع كان بيني وبين أبي بكر حوار فقال لي كلمة كنت أكرهها فلما رأى جذبا في وجهي أي رأى تغييرا في وجهي شعر أبو بكر أنه أخطأ في حق ربيعة ماذا قال سيدنا أبو بكر انظروا إلى هذه المعاني اللطيفة قال يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاص الكلمة التي جعلتك تتغير مني رد علي مثلها حتى تكون قصاص قال لا والله لا أفعل يا أبا بك قال يا ربيعة لتأخذن بحقك مني أو لأشكونك إلى رسول الله لاحظ أن أبا بكر يريد أن يشكو إلى رسول الله لا لأنه له الحق ولكن لأنه عليه الحق هذه حكمة في إصلاح النفوس وفي عود النفوس مرة أخرى إلى قيم الصفاء يقول ربيعة والله لا أفعل يا أبا بكر هناك اثنان من قبيلة أسلم يشاهدان هذا الموقف يقولان للربيعة يا ربيعة الرجل لا يريد أن يستعلي عليك الرجل يريد أن ترتاح نفسه رد عليه مثلها والكلمة لا تحمل أي معنى من معاني الإذا قال إياكما أن يسمعكما أبو بكر وأنتم تنصرانني علي فيغضب أبو بكر فإن غضب أبو بكر غضب رسول الله لغضب أبي بكر وإن غضب رسول الله وأبو بكر غضب الله لغضبيهما فيهلك ربيعة كان يدرك قيمة سيدنا أبو بكر أين أبو بكر الآن في طريقه إلى سيدنا رسول الله لما وصل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جلس بجواره يهمس إليه بكلمات وأنتم تعرفون العلاقة بين رسول الله وأبو بكر فلما انتهى رفع رسول الله رأسه أين ربيعة؟ قال لبيك يا رسول الله قال ما لك ولأبي بكر؟ قال والله ما صنعت شيئا يا رسول الله إنما هو حوار كان بيني وبين أبي بكر فقال لي كلمة كنت أكرهها فلما رأى جدبا في وجهه قال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا فأبيت يا رسول الله قال أحسنت يا ربيعة لا تردها علي ولكن قل يغفر الله لأبي بكر ويسمع أبو بكر ويبكي سيدنا أبو بكر انظروا إلى هذه الحكمة في إصلاح النفوس الآن نجد البعض يحاول أن يبتكر ابتكارا في اختيار بعض الكلمات حتى يؤذي بها الآخر نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم